اشتركوا في القناة من يظن نفسه المفترس قد تتم مراقبته قطيع الانبال لم يعد بامان الان هذا الهدوء سينقلب رأسا على عقب بعد وقت قصير تراقب اللبو عن كثب المحيط لكن لحسن حظها هناك اثنان اخران يراقبان القطيع الفهد هو نوع فريد من فصيلة السنوريات يتميز بسرعة فائقة لا ينازعه فيها احد من ابناء فصيلته ولا اي نوع اخر من الدواب الا ان تلك السرعة الفائقة يقابلها ضعف بنيوي كبير عند المقارنة بانواع اخرى من هذه الفصيلة اجساد هذه الحيوانات لا تقوى على قتال الضوار الاكبر حجما فهنا بعد كل هذا الجهد الذي بدلته الفهود في الصيد تدرك الفريسة جاهزة لللبوت المتربصة في عرين الاسد على كل فرد معرفة مكانته وإلا قد يواجه العواقب قد يقوم القطيع ذكر الاسد القوي لكن اللبوات هن من يقومن بالعمل الشاق يقدمنا الصيد ومهارتهن اسطورية بمجرد ان تمسك اللبوات الضحية فانها تنتمي الى الملك انه المسؤول الاول عن الدفاع عن العرين والحفاظ على امان اسرته لذا فالاقل اولا هو من حقه والضفات سوف تتحرق يمكن أن تتحرق انه هو الوارتحر سوف يجلس يمكن أن تحرق هو ما انا جد سوف يجب أن تحرق اشتركوا في القناة 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 المصدرات المترجمات المصدرات المترجمات هيا يا رجل هيا 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 شكرا